أهلا وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيئاً مشاهدين gente كبير كابتن عادل عبد الرحمن إزاي كابتن عادل أمي يا كابتن أسليم يهز Having an example أهلاً ب beaten الله أيضاً النجمة الكبير كابتن أحمد بلال إزاي كابتن إخليك زي بس görس center حمد الحلق ه PM إخليكova كنت أعايز أخش وأسلم عليك ولا كاعد ممكن نشتايع أولا طبعا مبسوطين وسعداء بمباراة منتخبنا الوطني وصعودنا لدول الستاشر خلينا النهاردة نتكلم بنوع من التفاؤل شوية بمعن بلال ما بيقولش أي حاجة فيها تفاؤل وانت كانت العدل برضو بيني وبيني لكن خلينا طبعا براحتكم يعني لكن في الآخر أن أنت تتأهل قوضة طبيعة يا كابتن عادل ولكن الأداء أفضل من مباراة نيجارية مش أفضل من أفضل من مباراة نيجارية تمام يعني الحمد لله أننا في مجموعة سهلة نبدأ الحوار بكده إنما أنك ما روحتش مجموعة فيها فرقتين ممكن يضيقوك يعني زي نيجاريا يعني تضح لي الفترة اللي فاتت دي أو مع كروش أن المنتخب مع المنتخبات الكبيرة مش هيقدر عليها من وجهة نظر يعني نيجاريا حسيت أننا يعني مصر منتخب كبير مصر سبع بطولات أفريقية حسيت أن إحنا لسه في الليفل الثاني يعني وهم في الليفل الأول هم في الليفل الأول وإحنا في الثاني لا يعني آه أوكي لكن نيجاريا طول عمرنا حتى هم في الأول ولا في الثاني إحنا أقوية على الفرق الأفريقية كلها مصبوط أنا بقى كوى برضو منتخب نيجاريا هو المنتخب الوحيد في البطولة اللي خد 9 نقاط آه ومنتخب نيجاريا هو مش بعيد عننا يعني هو الخامس منتخب نيجاريا هو الخامس وإحنا السادس وإحنا خدنا السادس عشان ملعبناش مباراة ودية شان الناس ما تروحشا إن 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 نيجاريا فرق قوية نيجارياillah تمر بأصعب فتراتها برغم إنها إخدت 3 بطولات لكنBlج لينجاريا بتاعت 94 عدا بس مش نيجاريا 94 مش مرائبة نيجارية 98 المرائبة فلكن خلينا نتكلم على، إن الحمد لله إن إحنا كنا في مجموعة في المتناول بالنسبة لظروفنا في الوقت الحالي بالنسبة مع كروش احنا في المجموعة في المتناول رغم ان احنا هنروح بعد كده طريقنا رايح مجموعات صعبة طريقنا رايح طريق مغرب وكاميرون وترتيب المباريات وكانت الجزائر بس افتكر ان الجزائر مش عايزة قابلها دلوقتي فممكن تطلع تاني فنبعد عنها نبعد عن المباراة القوية في الوقت الحالي